أسعدتم أوقات أيها المفكرون الصغار سيكون درسنا لهذا الأسبوع هو درس حرف النون سنبدأ بمهارة الاستماع وستقوم بدورك كمتعلم البكالورية الدولية بالاستماع إلى القصة وإعادة سردها بلغتك الخاصة وأن تتسم بسمتي المفكر والمتأمل قصة حرف النون نادى سكر صديقه عدنان لمراقبة نملة نشيطة نظر عدنان إلى أزهار النرجسي وقال انظر يا سكر وهناك نحلة نشيطة جاءت والدة سكر ومعها عصير الليمون قال سكر والدتي نشيطة أيضا وأنا أحبها النهاية ثم ستنتقل أيها المتأمل إلى مهارة التحدث ستقوم بدورك بتأمل لوحة حرف النون وتعبر عما تشاهد في هذه اللوحة وأيضا أن تجرد الصور التي تحتوي في صوت اسمها على حرف النون وتنتقل إلى قصة حرف النون بعنوان النمر نادر ستقوم عزيزي المفكر بالاستماع إلى قصة النمر نادر وأن تتأمل الصور الموجودة فيها من ثم محاولة إعادة سردها بلغتك الخاصة ثم عليك الانتقال إلى حل ورقة نشاط قصة النمر نادر وذلك من خلال قراءة الكلمات المعروضة فيها وأيضا أن تقرأ حرف النون مع المدود الطويلة والمدود القصيرة وهنا عزيزي المتواصل سيكون عليك القيامة بدورك كمتعلم في جزئية مهارة القراءة هنا عليك تمييز اسم حرف النون وتمييز صوت حرف النون النون صوت الحرف وأيضا عليك نطق حرف النون مع المدود القصيرة فتحة ضم كسرة ن ن ن ن ولا تنسى أيها المطلع عليك أيضا تمييز حرف النون مع المدود الطويلة ن ن ن ن وهنا عليك تجريد حرف النون من الكلام كلمات المعروضة أمامك ن 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 وأن تصل بين النملة وبين البذور مع تمرير القلم على حرف النون أما هنا عليك كتابة حرف النون في الفراغ المناسب كلمة نار يوجد الفراغ في بداية الكلمة إذن نكتب هنا حرف النون في بداية الكلمة وهكذا أما في هذه الصفحة ستقوم بمهارة التركيب أن تركب المقاطع لتكوين كلمة المقطع الأول نور المقطع الثاني را عندما تجمعهما سويا يصبح نورا وأن تقوم أيضا بتحليل كلمة ناذر إلى مقاطعها نا المقطع الأول يكتب في أول فراغ دي المقطع الثاني يكتب في ثاني فراغ را المقطع الثالث يكتب في ثالث فراغ نا دي را وآخر مهمة لك عزيزي المهتم في درس حرف النون هي مهارة الكتابة وهنا عزيزي المتعلم في هذه الصفحة عليك القيام بدورك فتقوم في كتابة حرف النون في بداية الكلمة وحرف النون منفصلا وأيضا عليك كتابة حرف النون مع المدود الطويلة الألف والواو والياء وأخيرا ستقوم بكتابة كلمة نسيمة هذا كل ما لدينا في درس حرف النون أسعدتم أوقاتا